اعزائي طلبات وطلبات الصف الاول اعدادي معكم السلامة فاوز والنهار ده معدنا مع الجزء البويتري اللي هو الجزء الخاص بالشعر بالنسبة طبعا للمدارس التجريبي لغات والبويم معانا اللي هي القصيدة اللي معانا بتتكلم على ودي طبعا ده هنا طبعا ايه الجزء بتاع الشعر واحنا اول حاجة طبعا هناخدها مع بعضينا هو هنشرحها مع بعضينا ونشرح اللي هو الشرح الموجود على وهنطلع مع بعضينا الجزء بتاع مظاهر الجمال والجزء بعد كده اللي هو وهوريكم طبعا الجزء بتاع الشعر بيجي في الامتهان ازاي? وكمان لو تابعنا مع بعضينا جزء الشرح ان شاء الله هنقدر آآ نحل السؤال بتاع البويتري الشعر في الامتعان بسهولة جدا ومفيش حاجة هتوقفيه قدامنا بالنسبة طبعا لجزء الشعر اللي موجود معنا طبعا بتكلم عن ايه اللي هي طبعا اللي معانا بتكلم على عالم رائع جميل متسق عظيم طبعا رتن باي وليام بريتي راندز ده اسم الشعر اللي هو كتابها لستنزل امبر وان رام عبادينة بعد ما خلصنا الجزء بتاع طبعا الاستنزا مع بعضينا هناخد طبعا الكلمات اللي هي الموجودة طبعا ايه هنعارفين طبعا ان الكلمات الاستنزا بيبقى فيها كلمات شعرية شعرية محتاجة طبعا ان هي ايه تترجم او تبقى مفهومة زي كلمة هنا يرمز لها ان هي كبير او ضخم او عظيم وكلمة هنا معناها يعني شاسع واسع وعندنا كلمة هنا معناها طبعا يعني مرتفة حول يعني وكلمة هنا يعني اللي هو على السدر معناها طبعا اللي هو طبعا في المنتصف يعني طيب الاستنزا بقى بالنسبة بتاع الاستنزا انا مجهز اهو وملخصه طبعا هنا الشعر بيتساءل هاو جريت ادي ايه طبعا العالم عظيم وادي ايه بيج كبير وبيوديفول جميل اند ووندرفول ايه رائع دوورلد ايه بيوديفول العالم جميل اند فول افوتر اند غرين جراس ويه مليء بالمياه وملين بالعجب والاخضر وبيقول لك زوبويت هنا لايكنز هنا ايه هنا شابة دوورلد وز ابرسون بشخص هنا يعني يرتدي او لابس ملابس انيقة جميل وبالنسبة للشعر صغير جدا اذا كورنا بالعالم الكبير ده بالنسبة للستنزا نمبر كام هنا نمبر وان ده البروفريز تعال نشوف ما بعدين كده للستنزا نمبر تو في استنزا نمبر تو هنا بيقول كلمة بريير زينا ايه هنا كلمة بريير زينا معناها صلوات اللي هي اللي هو شكر الله والمتها بعد كده هنا معناها يعني يتكلم بصوت خافت جدا او الهمس وكلمة دوت هنا معناها طيني معناها ليدلسينج يعني صغير جدا صغري جدا بعد كده الجزء اللي بعد كده هنا طبعا طب تعال نشوف معنا في استنزا نمبر تو هنا الشعر طبعا هنا ايه بيتكلم يعني بيشعر ان هو ايه صغير جدا ويسنك لما هو يفكر في عظمة العالم بينما هو ايه بيصلي سمع طبعا صوت كده جواه او بداخله ان اخبره بالرغم ان العالم عظيم جدا لكن كل ده لا شيء كمبرد وزمان ازا قورنا بالانسان بيكاز ملا ان الانسان عنده مشاعر ويقدر يحب والشخص يقدر يبدع ويبتكر ويفكر لكن الارض ايه ما تقدرش من الارض كده ما تقدرش عشان نخلص ونلخص الكزء بتاعه طبعا التوستنزا مع بعضينا هنا اول حاجة معنا طبعا هو بتاعنا اي اي بي بي سي سي دي دي اي اي طيب هنعرفوا ازاي هنا نعنش مع بعضينا اول حاجة هنا هتلاق السطر هنا الاول منتهي في اخر حاجة بالدي دي ترمز لها كده بايه ترمز لها بايه بايه تمام بعد كده هنا السطر التاني برضو منتهي بدي يبقى كده تعمله هنا ايه ايه برضو يبقى برضو هنا ايه 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 تيجي بعد كده هنا لما تروح للسطر التالت هنا هتلاقي غير بتاعه وخلى تي يبقى انت كده هتقول له هنا بي هتخلي هنا ايه بي تيجي بقى عادل على السطر الرابع هتلاقي هنا انتهي بدي اوكي فهتلاقي هنا ايه هنا بس هتلاقي طبعا هنا درست هنا النطق بتاعها هنا تي فطبعا انت هنا هتخليها برضو بي يبقى كده هنا لحد دوقتي بي بي يبقى اي ايه بي بي عادل بقى في السطر اللي بقى دي كده سي فانت هتخلي طبعا الرايم سكيم هنا سي اوكي نروح بعد كده على السنزل اللي بعد كده هنا اه اول اوكي برضو هنا رمز رمز كده تاني اللي هو سي ياس يبقى هنا كده برضو سي لان الرايم سكيم هنا منتهي باو وبردو هنا في السطر اللي بليه منتهي هنا باي باو يبقى ايه ايه بي بي سي سي بعد كده طبعا هتروح على رايم سكيم جديد هتلاقي طبعا السطر اللي بعد كده منتهي هنا بمين بواي يبقى هنا كده هتبقى هنا ايه دي اوكي وهنا كده دي اللي بعدها برضو سي يبقى برضو هنا النغمة او الرايم سكيم دي اوكي يبقى هنا برضو ماشي ايه ايه بي بي سي سي دي دي هايجي هنا عادل على رايم سكيم تالي بعد كده طبعا عندنا دوت منتهية تي يبقى هنا كده ترمز لها باي هنا باي بعد كده هنا برضو اللي بعديها هنا منتهية بدوت هنطته يبقى برضو هنا الرايم سكيم هيبقى هنا ايه ايه عشان كده طبعا احنا حطينا الرايم سكيم بتاعها اي اي بي بي سي سي دي دي اي اي بالنسبة بقى هيجي يقولك اه طلع الفيجرز اوف سبيتش طلع الفيجرز اوف سبيتش اللي هي مظاهر الجمال مظاهر الجمال عندنا هنا فيه بيرسينوفيكيشن فيه تشخيص في السطر اللي بيقولك تمام كده ايه تاني هنا في جناس والجناس هنا في كلمة وكلمة 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 هنا في زرز كله هنا تلاقي فيه هنا ايه دابليو اوكي يعني تقرر فين في الحرف نيجي بعد كده برضو في هنا جناس هنا ايه فهنلاقي هنا في الاس او اس او واس او اس في كلمة واس في كلمة كده خلصنا الجزء بتاع مين الفيجرز اوف سبيتش يبقى عرفنا كده اللي هو السنزة وان والسنزة تو وعرفنا الرايم سكيم وعرفنا الجزء بتاع اللي هو ايه التشخيص دي طبعا الفيجر اوف سبيتش ها والالتريشن اللي هو الجناس فين في الحاجات اللي احنا ذكرناها طبعا ده بالنسبة لمن للتو ستانزة وفي تاني جزء برضو هنا يعتبر فيه في حتة يعني هنا في عجب في سدرك هنا طبعا ادى الانسان ادى الارض هنا خاصية من خصاص الانسان هو طبعا بيتخيل ان الارض لها ايه يعني سدر كمان هاز زي الانسان بالزبط ما عنده ايه سدر ده بالنسبة ليه للجزء ده برضو يبقى هنا كده عرفنا ايه الجزء بتاع الجزء بتاع الجزء بتاع والتريشن وايه ايه تاني هنا عندنا هنا اه زكرنا برضو في خلصنا الجزء ده تعال اوريك بقى الامتحان يجي ازاي ده معانا امتحان اهو يعتبر اهو الجزء بتاع البويتري اهو السؤال الرقم سيفن عليه طبعا اربع درجات اهو اه ويقعد الجزء بتاع الاستانزة بيقول وعندنا هنا ايه وعندنا هنا ايه وهنا طبعا قال لي يعني اعمل لنا البرفريز البرفريز انا علمته لك وقلت لك اهو اوكي هنا the poet wonders how great big beautiful and wonderful الكلام اللي انا قلت كله وشرحت معاك the world is beautiful and full of water and green grass the poet likens the world with a person who as there is the world the poet is so small if compared with the great world ده بالنسبة ليه للبرفريز طيب يجي لك بعد كده يقولك big اه طبعا big up figure of speech and mentions the rhyme scheme شوف هو بقى اغلس عليك وقاب لك الحاكتين قال لك طلع لي هنا figure of speech مظهر الجمال وطلع لي هنا rhyme scheme طيب انت هنا الكلام ده قلنا كله بالنسبة لمن هنا figure of speech انا لك عليهم اهو في هنا كلمة في هنا personification تشخيص في كلمة world you are beautiful dressed اوكي وهنا في هنا برضو alteration gnas في كلمة great white beautiful wonderful world هتلاقي كل كلمة من دول بدأ بحرف ال W اهو ده اسمه alteration اوكي وفي alteration برضو هنا في seemed to say seemed to say في حرف ال S حرف ايه ال S اما في ال rhyme scheme بقى انا قلتلك ايه ايه بي بي سي سي دي دي اي اي انت عندك اللي موجودة قدامك ايه هنا يبقى ايه يو اوكي يبقى بي اه بريست هنا ايه بتي دريست هنا برضو بتدي يبقى بالنطق بتاعهم واحد يعني زي ما انا علمتك بالزبط تطلع ايه ال rhyme scheme تعالي شوفي امتحان تاني امتحان تاني اهو انت عندك برضو في امتحان تاني الجزء بتاع البويترا اهو برضو نفس الجزء اللي احنا اخدناه يجي يقولك اهو نفس الستنزة وبعد كده يجي برضو اديك هنا يقولك يعني هنا ايه يعمل يجي بعد كده برضو سأل يقولك اكتب ال rhyme scheme لو روحنا الامتحان تاني برضو هنلاقي نفس الحاجات بالزبط اوكي اه اه اي مشاكل خالص ايه او ايه او برضو بتاع الشعر وهنا يقولك او 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 ايه او او طلع هنا هي مظاهر الجمعات ده كل حاجة كانت موجودة طبعا على الجزء بتاع بالنسبة ليه للقصيدة بتاعتنا اللي هي ايه زي ما قلنا اللي هي مفيش اي مشاكل في جزء الشعر ده جزء مهم جدا وخسار ان هو انت تضيع درجة ايه الامتحان بتاعته لان انت ضامن هتحفز جزء وتروح تكتبه وجزء او تكتبه زي ما هم موجودين بالزبط وتاخد درجة الامتحان كاملة هتمنى ان احنا نكون استفادنا من الفيديو وباردو هنا في عايز افكرك ان تحت الجزء بتاع الفيديو هتلاقي موجود طبعا مكتوب اهو زي ما انا ملخصه بتاع الاستنزة والاستنزة والحاجات اللي هي بتاع اهو زي ما هي والحاجات بتاع ايه زي ما هم موجودين كده هنعملهم هتلاقيهم ايه بتاعت الفيديو بازن الله